تطورات خطيرة تشهدها محافظة تعز على الصعيد الصحين بعد تسجيل 28 حالة كورونا هو انتشار واسع للحميات وسط المواطنين في ظل محدودية كفاءة الفرق الطبية في حصر هذه الحالة المرضية التي باتت تهدد حياة الكثيرين الآن ظهر مرض كبير بداخل تعز انتشار أوسع وأنا من ضمن ضحايا هذا المرض فكانت الأعراض هي فقدان حاسة الشام والتذوق حمى صداع زكمة حلق يعني وقع بالمفاصل كله يعني شبيه بأعراض كورونا تساهل واضح يبديه سكان مدينة تعز في مواجهة انتشار فيروس كورونا وحم الضنك وغيرها ما جعلهم عرضة وفريسة سهلة للإصابة بهذه الحميات إذ يشتك الجميع من الأعراض نفسها والتي يصنفها الكثير من الأطباء بأعراض فيروس كوفيد 19 الطفيفة الآن من حميات في كل بيت تقريبا لا تخلو من وجود مثل هذه الأعراض حمى وأعراض انفلونزا هي إلى 80% هي كورونا معظم الحالات التي تم سحبها من البيوت تم تشخيصها باستخدام تقنية البي سي آر فكانت النتيجة فعلا كورونا في حالة عدم وفرة المحالي للطبية وتدني الرعاية الصحية يلجأ بعض المواطنين إلى الطب الشعبي لمكافحة هذا الفيروس الذي ينتشر بوتيرة سريعة وأمام انعدام العقاقير الطبية التي من شأنها رفع مستوى كفاءة الجهاز المنعين ترك المواطن وحيدا لمواجهة هذا الفيروس انعدام الأدوية واحتكار التي تقدر الأدوية نفس الأدوية الأساسية نفس فيتامين سي السيفامول مخافضة الحرارة نفس بعض الفيتامينات منعدمة من تأس من الصدليات بشكل تماما الكثير من الناس لا يزالون يمارسون حياتهم اليومية بعيدا عن التزامهم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا وهذا ما يجعلهم فرائس سهلة أمام هذا الفيروس الذي بدأ ينتشر في محيطهم وداخل أحياء قريبة أعلنت السلطة المحلية عن حزمة إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا ولكنها لم تعمل على تنفيذها حتى الآن وهو ما ينظر بكارثة وشيكة خاصة في ظل عدم حس المسئولية من قبل المواطنين وتجاهل هذه الإجراءات مهى علي قناة بلقيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر